اليوم دي خبركم عن ساعات Fitbit ساعات الجديدة اللي هتنزل مفروض قريباً هنتعرف عليها بهيدا الفيديو في اشخاص كتير ما بيعرفوا ان شركة جوجل اشترت Fitbit بزمنات وطبعاً هايدي الشركة ليش اشترتها جوجل لانه عندها قاعدة بيانات رائعة جداً وكبيرة وضخمة كتير من اليوزر استعول هايدي الساعة منحكي على واحد وثلاثين مليون شخص او مشترك عندن بهيدي الساعة فالساعة مميز كتير وهالمعلومات هاي كلاتها بيستفادوا منها جوجل بعدة امور طبعاً جوجل نفت هيدا الموضوع انه هي ما بدأت تستفاد من هايدي الشركة مشانك مشترتها كرمال هاد الموضوع وانه مشترتها مشان تزيد مبيعاتها بالساعات والآخرين طبعاً بديهياً انت شو تفكر انه هايدي الساعة اكيد هتنزل بما انه هي صارت شركة جوجل فاكيد هتنزل على وير او اس يعني النظام جوجل الخاص فيها وهيدا الشي غلط لانه مفروض هي عنده شركة فيتبت عنده النزام الخاص فيها فاكيد ما هتغيروه لانه نزام عن جد مريح وصلوا فترة بالسوق فهيدا النزام يعني يعتبر ستيبل كتير وهيك منفتح على كل شي وعنده قاعدة كبيرة فما فيه انه يغيروها بهيك بلحظة معين هلأ يمكن التغيرات يلي صارت او يمكن تصير بمواضيع شوي بالسوفتور يمكن عددوا لك قصص صغيرة بالسوفتور تتلائم مع اجهزة الجوجل بس للمعلومات الاشخاصي اللي ما بيعرفوا ساعة الفيرسا 4 والساعة السنس يعني الفيرسا 3 او 2 او 4 او اي ساعة هي مثل ساعة السنس بس السنس مخصصة للصحة اكتر يعني اذا انت بدك شير ليتدرس الصحة بلك تروح لهذه الساعة كيف حكينا على موضوع ساعة السامسونج اذا بتتذكروا السامسونج ووتش 4 ان تلتلكون هذه الساعة للصحة كتير مهمة فهون نفس الشي عنا السنس مخصصة للصحة وعندك الساعة اللي هي الفيرسا الساعة العادية اللي صحة موجودة فيها ولكن مو متل مستوى اللي هي السنس طبعا اهم تعديلات بهذه الساعة هي موضوع الساس القلب طبعا كلنا وكل العالم بيهتموا بهذا الموضوع وخاصة انه بدينت تعمل منافسة كتير كبيرة بينه ابل ووتش وبين هواوي بتعرفوا هواوي فاتر على الساحة بقوة هلأ بموضوع هارد ريت مونيترينج فهذا الموضوع كمان كتير ممتاز فنحن عم نشوف هيك سباء بهذا الموضوع اللي هو حساس القلب وطبعا تعديل بالاقمار الصناعية الجي بي اس لانه ما كتير ستابل الجي بي اس لانه فاكيد ان يستعملوا جيب ست جديدة غير الجيب ست اللي كانوا يستعملوا قبل فعم نحكي على طبعا تغييرات بالرياضة بتعديلات بتنظيم الساعة بالسوفت وور نفسه بس كهارد وير ما شايفين شي جديد وانما هيك هتشوف ساعة هيك ري براندد يعني كأنه معمولة لسنة 2022 هلأ بالنسبة لساعة السنس 2 هيدي الساعة طبعا ما قلت لكم عليها اي سي جي تخطيط القلب وهيدا الشي طبعا كتير مهم بس اني راح وقالوا لك حنعدل بهيدا الاي سي جي حنعملوا تخطيط القلب عن جد انك انت تبعد تقارير كاملة للدكتور ويكون فيه ترستد مع الدكاترا طبعا بدون ياخدوا ابلوفر من الاف دي اي وفيه تفاصيل كتير بلي نفوتوا فيها فيعني فيه كتير امور عب يفوتوا فيها بس اهم موضوع عب يدخلوا فيه هلأ هو موضوع السكري للاشخاص اللي معهم سكري عن طريق الاجهزة اللي اللي بتموصل على الايد كرمال اللي يصير فيه بلوتوث كنكشن بينها وبين الساعات فهيدا الموضوع كمان اكيد مهم لهول الساعات وطبعا اكيد ضغط الدم هو من المواضيع المهمية اللي ما فيه غير سامسونج بالساحة هي مستولة على هيدا الموضوع طبعا تذكروا موضوع ضغط الدم يعني كتير صعب لانه لازم تكبس على ايدك بطريقة معين بتعرفوا الاجهزة تكبس على ايد فهيدا هيدا هي اللي بتعطيك التغيرات بنبضات القلب اللي بتعطيك انت ضغط الدم تعولك كيف وضعه بينما بساعة العادية انت لازم تعمل يعني متل سامسونج انت لازم تحط ايدك هون تجيب جهاز أوردي تشغله وتكتب للأرقام للسامسونج بعد منها بتصير تعطيك أرقام تقريبية لضغط الدم تعولك هن بدون نفوتوا بهذا الموضوع اقوى من سامسونج واقوى من شركة هواوي اللي هي عملت ساعة الدي اذا بتتذكروا وحكينا عنا بهذا التفاصيل فهن هيفوتوا بموضوع ضغط الدم بشكل قوي بهايدي الساعي اللي هي السنس 2 بالنسبة للشاشة نفس الشاشة القديمة ما غيروا شيء بالنسبة لموضوع البطارية اللي عم نحكي على 6 ايام للساعتين وهذا الشي كمان ممتاز يعني إذا عطونا 3 ايام 4 ايام كساعة كتير منيحة وخاصة عليها فممتازة جدا بالنسبة لحجمه وشكله وتذكروا الساعة القديمة اللي حكينا عنا والموضوع الكبير اللي صار بموضوع ساعة الايونيك اللي هي ساعة مهمة كانت لشركة فتبت وهيدي الساعة بسبب حماوي بالبطارية عب يصير فيه ارتفاع بالحرارة الساعة فعب تقدي لها حروق بالجلد فتم سحبة من السوق اللي هي 1.7 مليون سمارت ووتش انسحبت من السوق كلمة لهذا الموضوع فيعني هني عب يحاولوا يشتغلوا على موضوع البطارية أكتر أكتر وبتفاصيله يكون فيه دراسة كاملة من مواضيع مهندسين وإنجينيرز وإلى آخرى لحتى يزبطوا هذا الموضوع مش هما يتكرر مرة تانية المشكلة نحن عنا أنه هايدي الساعة هي مرغوبة كتير بالعالم خارجي عم نحكي أوروبا أمريكا كندا الساعة كتير مرغوبة بينما هون بدول العربية منا مرغوبة لأنه اللغة العربية عندها منا زابطة مية بالمية أكيد هيزبطوها مفروض سون بس نحن عم نحكي على ساعة يمكن الماركتينج ما كتير موجهة مثل جوجل بيكسل يعني جوجل بيكسل كل عالم عبيعاني أنه بالدول العربية منا موجود لأنه بتعرفون شركة جوجل ما بتهتم بالدول العربية من الآخر عن عكيها وأنا بنظري أهم ماركت موجودة هي الدول العربية حاليا الناس عب تستوعب فكرة السمارت ووتش صار في عندهم هيكة دراية عن الموضوع عب يعملوا دراسات مهمة فصار في تطور كتير بينما كنا بقبل بالساعات الزكية ما حدا يعطيها أي أهمية هلأ العالم عب تتجه شوي شوي لهيدا الموضوع وأكيد القناة تعيتي حتتجه لهيدا الموضوع وحتكبر أكتر أكتر بمساعدكم وأكيد بلايك وسبسكرايب وإذا عندكم أي كومنت كلية تحت وشكرا لكل شخص سمعني حترككم شوية فيديوهات إذا حبيتوا تشوفوا مور انفرميشن أو فيديوهات أكتر عن القناة تعيتي لا يمكن حبيتوا تشتركوا بهدي القناة شكرا كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا